موسيقى السلام عليكم ورحمة الله و أهلا بكم سادة المشاهدين مرة أخرى في برنامج الشاهد مع ضيفنا دكتور محمد يوسف المقريف فأرحب بك مرة أخرى معنا في الشاهد دكتور مرحبا بك أستاذ خالد أهلا وسهلا دكتور في بداية أبريل 1980 وصلت إلى الهند عائدا من طرابلس كانت هذه المغادرة الأخيرة بالنسبة لك إلى ليبيا كنت قد مررت بلندن في طريق عودتك التقيت ببعض الأصدقاء تحدثت إليهم ربما للمرة الأولى تتحدث عن عزمك مفاصلة النظام وإعلان استقالتك والخروج نهائيا من منظومة هذا النظام على ما يبدو في هذا المستوى بدأت الترتيب لما بعد إعلان الاستقالة كان عندي تصور مسبق وأشرت له من خلال مفاتحتي للأخ الحاج قميس الكلاني سعاد القطعاني تغمد الله برحمته وفاتحته وعبرت له عن احتياجي لدعم المالي وأبدأ لإستعداده في جزاء الله أخير ووفى بما عهد عليه أكثر أيضا التقيت بالأستاذ محمود النكوع طلبت منه أنه يتصل بالأخ الأستاذ محمد رمضان هويسا الذي كان في المغرب ويحاول أن يستمزج الجو العام إذا كان مناسب لي آتي إلى المغرب الجو العام لدى السلطات المغربية جو حتى رسميا هذا رسميا طلبت فيما بعد لكن بصفة عامة على السلطات المغربية أيضا بالنسبة لتصادف أني التقيت في هذه الرحلة بالأخوين الأستاذ تميم أصمان وكان هذا مقيم في لندن كان مغربية وأيضا الأخ علي الكبتي وأثناء الحديث كنت أعبر بصفة عامة بشكل مجمل عن استياء من النظام وأيضا أني أفكر في مفاصلتها لكن لم أتحدث بالتفصيل عن ما كنت أزمع أن أقول أنت كنت قد عزمت قبل هذا على مفاصلة النظام وعلى هذا الأساس لحظة اللي طلبت وفتحت فيها والدي وطلبت منها كان هذا الآن حديثك هذا يبدو فيه رفع لمستوى المواجهة مع النظام الآن خاصة وأنك أنت خرجت من ليبيا أصبحت في مأمن والنية أصبح العزم عندي والنية موجودة كل هذا حدث في لندن قبل أن تعود إلى الهند وصلت إلى الهند كما سبق وذكرنا في مطلع أبريل عام ثمانين والخطوات التي بشرت باتخاذها في اتجاهك هذا أول خطوة لم أقوم بالكثير سواء أني الأخ عبد السلام علي عيلا جزا الله خير كان هو القايم بالأعمال وأراد أنه هو يسلم لي مجريات الأمور بالنسبة للسفارة هناك فقلت له خليك في مكانك وهو حس من كلامي هذا أنه فيه شيء يدور في ذهني فطبعا كان هذا فعلا كان شيء يدور في ذهني وأيضا كنت كان موضوعا رحلة إلى إندونيسيا المهمة اللي كان كلفت بها معا هذا واحد نيم أيضا بالنسبة للزوجة أردت أنا عارف طريقة استقبالها للأمور فما دائما تتحفد كثير في موضوع فعطيت هكي بشكل مزحة قلت لها أنا نفكر في الاستقالة فطبعا كانت ردت بفعل امتاع فوجئت به فوجئت به كيف يعني فبلي قلت لها بمزح معك هذا أسلوي في معالجك كثير من الأمور كنت تنتوي مفاتحتها في الموضوع وترجعت يعني لم أتراجع أنا لم أتراجع بنفسي لكن هي معالجة لها حتى تستقبل الأمر تدريجيا بحيث لما وفاتحها فيما بعد يأتي بالأمر بالنسبة لها أمر طبيعي كنت تمهد نمهد لآلام فهذا أسلوبي في التعامل مع كل الناس حسب معرفتي بشخص ومداء فأيضا في هذه الفترة جاء وصل الدكتور عمر خليفة نامي حسب وصل إلى الهند قادما من اليابان نعم حسب الاتفاق وفتحت في هذا هذه طبعا بالنسبة لي كانت حريصة على هذا الأمر وبقي معنا بضعة أيام في الهند وفتحت كان هذا الغرض من اللقام أنه فاتح أنت أصلا كنت رتبت خروجها من اليابان ومثم العودة عن طريق الهند نعم حتى يتسنى لك الانفراد به وإخبارها بالقرار كيف استقبل فتغمض الله برحمة الواسع فأول ما سمع مني قال لي كان صادت الفعل ومتاعها طبعا وباركة الخطوة وقال لي أتمنى أن يكون لدي نفس القناعة اللي عندك وأخشى عبر لي عن قشت أنه لو يقت هذا الموقف طبعا حملة العائلة كبير جدا أني أجد نفسي طريق في هذا العالم وأجده وعاني بعض الشيء من القذلة من الناس كيف الحالة تختلف الحالة تختلف أن ابتلاء دكتور عمر النامي مع الناس أو من مع الناس كانوا بكر في طوف يعني مرحلة وجودة في في الجبل ومع أهلا ومع قرب ومع كان عندها خيبات أمل كثيرة في الناس وعبتنا نتحدث فيها لما كنا مع بعض في الجامعة فهذه خلت عندها نوع من التوجس ونوع من الخوف من غدر الناس والتخلي عنها تعبرت ب لفظ محدد يعني قلت حملها العائل يعني يعني كان الظروف العائلية تختلف عن ظروفك لو خفيف لا طبعا هو حملة متقابل يعني قريبا بعض ولعله هو أحد الأسباب اللي رجل خلت يرجع من اليابان إلى ليبيا قطع يقام تغذيف هو أحد من الأسباب الأمور يعني عائلية واجتماعية يعني فالمهم فكان امتحان مبكر وهذا خلاه يكون يعني متحفظ يكون على حالة من التوجس من موقف الناس من نصرتها ومن وقوف معها في حين أنا حال أنا كنت على العكس ابتلاقي سبحان الله ترتبات الله سبحانه وتعالى ابتلاقي مع الناس جامت أخر بعد ما خشنا دخلنا في المحارضة فكان في العلاقات زي ما ذكرت لك لما كنت طالب مع الجي حتى بدأ من الدراسة مع الجيران مع الأقارب مع الأهل مع الناس مع زمنائي في العمل في شركة إسو مع زمنائي في الجامعة كطلاب أو لما كنت هاي التدريس وتجربتي أيضا مع الناس مع الناس لما كنت رئيس ديوان المحاسبة كلك كانت تجربة يعني فيها الاحترام والود والاحتضان وال يعني فلم يعني لم تكون لدي هذه الحالة من التخوف من خدلان الناس أو تخليهم عما أفعله وأيضا واجهة أولاة عندي حالة أخرى مهمة جدا وهو شعور بالمسؤولية نحو الناس أني من خلال هذه التجربة الطيبة اللي عشتها مع الناس مع الناس كل اللي بي انتعمل تمام في كل المناسبة من خلال فروع ديوان في ثمارات ليبيا في مصرات في درنا في البيضة في كل الدعم لم يكن في أفرع بالمناسبة في مغازي ترابلز فكانت كل تجربة فعلا طيبة وخيرة ودودة في احترام ودود فهذا أشعر جعلك تستشعر بمستوى مسؤولية تجاه المجتمع مجتمعية وعالية اجتماعية وأنا في وضع أستطيع أن دير شيء ربما كثيرين من يستطيع فديروها هذه حالة نفسية لكن فيها ولهذا والله ورب الكعب لم يحدث لي وأنا أفكر في هذا في هذا في هذا المسار وفي هذه الخطوة وفي هذا الطريق إطلاقا أني رجعت نفسي ماذا لو يحصل كذا ويحصل كذا ما فكرت في هذا إطلاقا كنت متوكل على الله سبحانه وتعالى أطلب وكان شعاري طبعا أربي بما أنعمت علي قل سيدنا موسى عليه السلام لما قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين فجأت دكتور بهذا الموقف من الدكتور والله والله كم تمنيت لكن طبعا لا أملك إلا احترام قناعته لا من سدد الرأي ولا من الحكم ولا من وقدر ظروفه وليس لي يعني أيضا نفسي أنا مش ضامن شنو يحصل لي نفسي مش ضامن شنو يحصل لي فحتى أقنع بأن والله إحنا مقدمين بمعنى أننا عندنا يجينا نصرة من هذه الجهة أو تلك الجهة أو دعم أو عون إطلاقا يعني بالنسبة للمستقبل أمامي كان مجهور بالكامل سوى الوعد الذي أعطاه لي الأخ الزميل الحج خميس لكن بالتأكيد دار بينكم نقاش أكثر من هذا المستوى طبعا كان حديث طبعا ذكريات كثيرة وطبعا في مسألة هذه القناعة وتشكلها لدى كل منكم بشكل مختلف كان حديث حديث بسيط يعني مباشر وصريح ومحدد جدا ولم لم نعود في الحوار جلسنا باقي معنا كم يوم في لند لم نعود لهذا الموضوع إطلاقا يعني نعم لأن الهدف الهدف مننا هو مطورة والأهلية الهدف مننا وهذا صديقك ورفيك نعم لكن الهدف مننا هذا من باب احترام لها شخصية لها لها مكانتها وفكريا رجل بالعكس هذا احترام له هذا قرار وهذا قناعتها لأن فيه الأمر فيه شيء آخر الأمر فيه مسئولية فيه مسئولية أني أنا لو لو يعني وصلت الحديث معا وحولت أني أقنع وقدر الله سبحانه وتعالى من شيء مع بعضنا وحصلت أشياء ردود فعل لأسر تالي عائل تالي أقارب لأهل لناس لهو وأنا سأظل مسؤول عنه في النهاية هذه لا أكلف هو لم يحاول أن يقنعك لا بالعكس بارك الخط نظرة بارك الخطوة يعني بالتمام وقال لي أتمنى لو كنت عندي لدي نفس القناعة اللي عندك بهذه العبارة الموجز فجلسنا تأتي الغرابة دكتور يعني يبارك خطوة تأتي وفق لما يخالف قناعات لأن وراجل أنا فقط يعني راجل معروف عنه أنه رجل صاحب فكر وصاحب رجل متعقل على درجة كبيرة مش معنى ذلك أنه كان قابل بأن يعني في ذهنة أنه نظام نظام سليم وصحيح وأنه ما يقوم بالعكس هو كان عنده نفس القناعة اللي عندي فيما يتعلم بتقييم النظام أنه نظام فاسد وغير قابل للإصلاح إطلاقا هذا ونظام ونظام ارتكب من الجرائم وانتكب من الانتهاكات ما إذا الخروج عليه من باب أولى هذا القضية لا أستطيع هذه قناعتي وقناعتي أنا مؤسسة على تجربتي في الحياة على ظروفي على مسؤولياتي في الحياة على كل هذه الأشياء أنا وصلت إلى هذه القناعة وظروفي فيها ما يساعدني على أن أتحرك أن أقوم بهذه الخطوة ما فيش وحد مننا يستطيع يعيش ظروف الآخرين كل واحد من الله ظروف الآخر وعالم الخاص اللي وخاص بي بالذات لما تصل الأمور إلى مثل هذه اللحظات اللي ينبغي أن يتخذ فيها الإنسان قرار مصيري لازم يحسب هذه الحسابات وثم وراها قدر الله ثم وراها قدر الله سبحانه وتعالى ذكرت أنه قال عبارة محددة قال أنا لا أريد أن أعيش شريط طريد بعد نعم وأنا لو لا تصريف يعني لو لا تقديرات الله سبحانه وتعالى يعني وتدارك لي برحمة الواسع أنا فعلا وجاءتني فترات جاءتنا فترات عشنا فيها يعني فيها بودات في السنوات الأخيرة لما تخلى عننا في الجبهة الكثير من مكان وقفنا معنا تحت إغراءات وتحت ضغوط وتحت تهديدات وتحت كل تخلى عن الجبهة ومرنا بظروف صعبة أنا أذكر في مرحل ومراحل لما كنا في أمريكا قطع علينا التهيار الكهربائي وتقطع علي المال لأننا لم كنا قادرين أن ندفع في هذه الوضعية تذكرت ما قالها الدكتور عمر لا لا ما تذكر لا ما تذكرت تذكرت الوضعية متاع الدكتور عمر قبل هذا تذكرت يعني لما البعيد لما صر وصلتني الأخبار عما حصل وانها هذه حالة نجيها طيب هذا الموقف من الدكتور عمرو النامي ما دفعكش لمراجعة نفسه تفكير مرة أخرى إطلاقا كان كل يعني حجم كل احترام لا هو نفسه لم يحاول إقناعي هو لم يحاول لم يحاول يثني لم يحول لم يطلاقا لم ينبس بكلمة واحدة فكان من كل واحد مننا احترام تقدير لظروف الآخر واختيار بالتأكيد لو كان معي كنا مع بعض بالتأكيد كنا استطيع أن تغلب على أو كان ممكن معالجتي لكثير من القضايا افتقدت في هذا الافتقادي للدكتور عمرو بدأت في مواقف بعض الظروف الصعبة اللي مريناها في الجبهة وخدلا من بعض الناس في مشروع في هذه اللحظات في هذه اللحظات فأنا تمنيت كثيرا لو كان الدكتور عمرو نامي موجود معي أو جنبي أو معه كنا مع بعض كان ممكن مع المصير اللي لقاه الدكتور عمرو نامي برأيك من منكم كان اكثر توفيقا في اتخاذ القرار في هذه اللحظة لا أجر لم يجر لم يخطر ببالي الطاق أني ناقش هذه المسألة هذا قدر الله لرسمه له ولي كل واحد من رسم له هذا المسار وهذا هو في النهاية تقل هو الدكتور عمرو نامي اللي حصل بعدين هو هذا اللي حصل أنه مشرد ما رجع وعلنت بعد بسنة يمكن ارتقل و و غيب في السجن ظل في السجن ثم في أثناء هذه الفترة زار صهر اللي هو الأستاذ سالم الناني اللي هو أخو زوجته وكان يعرف سلتنا بعض وكان جزء من هذه العلاقة كنا بعض بعض فزار في السجن في أي سنة أعتقد ثلاثة ثمانئين ثلاثة ثمانئين أعتقد ثلاثة ثمانئين ظهر في السجن فقال يا ريتني كنت استمعت ما قال لي يا محمد بعد ما شاف المعامل وشاف اللي حصل حقيقة يعني عمل بظلم غير عادي حتى بدءا بال الأسب الشهيد بعض الشخصيات اللي مفروض أنها حتى حق حق الوظيفة في الجامعة وحق الحقوق الوظيفية يعني يحرم منها بظلم يعني بظلم فادح وأنا حقيقة من بعض هذه كيف عمل يعني يحرم من حقوق ما عرف عنه أنه ترك التدريس في الجامعة وعاد إلى بس كان ممكن في بعض الحقوق بعض الحقوق بعض الحقوق نعم بس بعض الحقوق المادية والمالية اللي كان يجب أنه من حقا تصرف لو أنت أعطى لأنه لم يعطى حرم منها ف حتى مع خيار هذا أن يزهد في كل شي ويعود إلى مسقة رأس ليعيش حياة بعيدة عن كل أنا أنا هذا لم يسلم من يد نعم كان ملاحقا ولأسف ليس من نظام بس من بعض الشخصيات اللي يفترض فيها على درجة عالية من الأخلاق والالتزام الأخلاقي والقيامي وأيضا المسؤولية العلمية والوظيفية أن تكون وزير مثلا وزير التعليم وتتعامل معه بطريقة ظالمة ومشحفة لا أريد أن أدخل في هذا في التفاصيل لا بس السؤال المهم إذا كان عندك إجابة برغم أن اختار أن يتجنب أي ليس صدام حتى احتكاك مع النظام ترت كل شيء وابتعدناه بنفس عن كل طبيعة النظام مع ذلك النظام هذا راجع هذا راجع لحقيقة هذا الرجل وقيم قامت وقيمت النظام كان يخشاه يخشاه خشي غير عادية كان يخشاه خشي غير عادية ويعرف التأثير على الناس قدرة عندها حباها الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة حب الناس لاه وتقدير لاه الناس على مستوى أما بالنسبة لأسف الشديد يعني الناس اللي ضيئ من قبل قومة يعني في هذا القصوص اللي هي أن في فترة معينة جاء خليفة شخصيا جاء في السجن وقال له نحن على استعداد أن نحن نطلق صراحة بس بشرط واحد أنك تساعدنا في الوصول إلى فلان اللي هو من لي أنا ساوموه على حرية نعم مقابل أن يوصلهم إليك يعني أن يستدرجك أو بطريقة ما كيف كان رد دكتور كان رد يعني من أعظم ما سمعت في حياتي من التكريم قال 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 سالم قالنا ما كانوا شعر فينا أنه في هذه اللحظة لما كانوا يخطبوا فيه بهذا بهذا كانوا يخطبوا في محمد المقريف إلى هذه الدرجة كانت العلاقة بينكم متوطدة يعني يعني أنا لما سألتك على مسألة لحظة إعلان هذا القرار للدكتور عمرو النامي واستفسرت فيه أكثر من مستوى على كيف يعني لم يحاول أي منكم أن لقتنا فيها عارفين فيها قدار بعض قدار بعض عارفينها بالكامل برأيك وأن الله يجمعني به في الجنة إن شاء الله مع كل شوانده برأيك ما الذي كان سيتغير لو ظل الدكتور عمرو النامي حياً ولم تصل إلى النظام إليه هذا قدر يعني لا أدري لكن بالتأكيد كنت سأجد فيه في معه وشأت معه العزاحة وفي مواجهة كثير من الصعاب والمواقف الصعبة أيضاً كثير من الحكمة وكثير من التفاف الناس حول مشروع الجبهة بالتأكيد يعني كان بالتأكيد يعني قدر ما قدر عنده قدرات هائلة حبه الله سبحانه وتعالى بيه لا سف شديد أنه حرم الوطن بل حرم العالم الإسلامي كله مش بس الوطن حرم العالم الإسلامي كله مما كان هذا الرجل يستطيع أن يقدمه تتصور أنه لو لو غادر ليبيا ولم تصل يد النظام إليه وتم اعتقاله وتغييبه ثم قتله تعتقد بأنك كان سيكون شريكك في مشروع نضالي واحد بالتأكيد كنا شركاء كنا ننهل منهل واحد ولا تتصور أنها درجة التقارب التي كانت بيننا والتآلف بدرجة أنه لم نغيب عن بعض مثلاً فترة من الزمن مرة تصل أشهر كذا لما نلتقي نجد أنفسنا ونريد أن نتشارك في موضوعات معينة محدة هي نفسها اللي في ذهنها هي نفس اللي في ذهني ونتبادل فيها الرأي ونتبادل فيها فكان التوافق الفكري بيننا كان على درجة عالية وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا لو قدر الله وحصل هذا السيناريو في رأيك من كان سيقود هذا المشروع النضالي دكتور محمود المقاريف أو دكتور عمرو نامي لم يكن بيننا تنافس في يوم الأيام لم يكن بيننا تنافس اطلاقت كان كلنا نشعر بأننا مكملين البعض لكن كنا نضرب ضرب نظر افتراضات الواقع أن أي مشروع النضالي يحتاج إلى قائد والله هذا افتراض يعني سبح سمعني هذا نظري ولا معنى لا يعني سبحني نقول لك لا معنى لا يطلاق فزي ما قلت لك نحن لم نكون لم أشعره ولم أشعرناه في يوم الأيام أننا نحن في حالة من التكامل في الأدوار حالة من التكامل في الأدوار قد يسبق مننا واحد لحظة في كمعين الآخر خطور يلحق إنما هي كانت علاقة فريدة واتمنى فعلا لو الله سبحانه وتعالى طال في عمري أني فعلا أكتب عنها هذه 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 العلاقة وهذه كثر كتبه عن دكتور عمرو نامي أنت حتى الآن لم تكتب ربما لأم أجد لا أدري ربما لأم أجد الجرعة أو أم أجد لا أدري بالمناسبة حتى هذا بالمناسبة لا أكتب يعني أنا لا أحتاج لأعبر عن وفائي للدكتور عمرو نامي من خلال الكتابة عنه فقط هذه ليست هي الوسيلة الوحيدة اللي أعبر بي عن وفائي فمثلا على فكرة في هذا الموضوع كم حصلت حالات كثيرة عندنا فقط فيها إخوة أزام بينهم الشهيد أحمد أحواس رحمه الله لا أدري يعني تنتابني حاله من العجز عن وصف الحزني والتعبير عن حزني وألمي وليفقدي لهاوذي الرفاق فبالمناسبة على فكرة حتى تولي الآن مثلا الملك دريس رحمه الله أنا الآن كتبت خمس مجلدات عن دولة الاستقلال أشرت فيها لوقائع كثيرة تتعلق الملك لكن لا أدعي بأني كتبت عن الملك دريس لا أدعي أني كتبت عن الملك دريس كشخصية الحالة مختلفة دكتور حلال أقول لك حالة لأن حالة ما نبيش نظلمها ما نبيش يعني تحتاج مني إلى جهد ومجهود غير عاد وتخصيص عمل خاص أقصد به هذا الشخص عدم الكتابة دكتور عريق فاقف مثل هؤلاء لا تجد أن فيه ظلم له ما زلت هنا الحمد لله أرجو ما يعني ما لما توقف عن الكتابة يعني لما توقف عن الكتابة فلعننا إن شاء الله تأتي اللحظة التي أتكلم فيها طيب نعم أعود بك إلى الهند نعم نعم الآن أنت موجود في الهند تسرح بيه سرحة كبيرة بداء الترتيبات يعني أحيانا لا طيبة موفقة الموقاع والأحداث تقتل في الهند أنت الآن شرعت في أولى الترتيبات لإعلان تقديم الاستقالة ومن ثم إعلان مفاصلة نظام وبداية العمل المعارضة لا لا مزال أنا في هذه اللحظة جاء الدكتور عمر النامي رحمه الله وغادر كان أمامي المهمة التي هي الذهاب إلى أندونيسيا على رأس الوفد يضم ثلاثة سفراء آخرين سبق أن نشرنا إلى هذا الموضوع هذه الرحلة طبعا الترتيبات التي عملت وعلى سنن نذهب إلى أندونيسيا سويا يعني في هذه الأثناء هذه الرحلة كانت في شهر أبريل 1980 سبع أبريل وقع جاتنا في الأخبار ولنا في الطريق إلى أندونيسيا جاءتنا الأخبار عن تعرض أو بدأ لجاني القذافي أو فرقة الإجرامية في اقتيال عدد من الليبيين في الليبيين كان من أولهم نقدم دمع المرحوم محمد مصطفى رمضان لإذاع الشهير ولي كان تربطنا تربطنا علاقة أخوه وصداقة كبيرة إذاع الليبي في هذا اللي كان في حينها يعمل أنا حقيقة قبل وأنا في الطريق في غادر البي بي سي البي بي سي نعم العربية كان من أشهر من ألمع إذاعيها واش إنسان كاتب وعندها عدد مؤلفات فأنا حقيقة وحدة من الحاجات اللي نغص عليها بعض يعني الأمر القراري هو قضية وضع أوضاع المسلمين في الهند على أساس أن بدأنا مشروع تعاون مساعدات فكان هذا مرة مرة ينتابني يعني كيف نصير هذا المشروع يهم من قبل بس لما جاءت هذه بدأت هذه الأخبار حول الاغتيالات أعتقد محمود عبد السلام نافع أعتقد أيضا أعتقد اليوم مش عارف يوم وحداش في أبريل أو حزيكي إذا كان 1980 لما جاءت هذه الأخبار أيضا في واحد ثاني آخر دبلوماسي سابق أعتقد لا تذكر وأيضا بعض الرجال الأعمال في إيطاليا في هذه الآن لا مجال بأي حان من أحوال أني أتراجع عن موقف وما عزمت قررت أن أمضي فيه هذه مؤشر أو هذه رسالة أني يجب أن أمضي فيما تخليت حتى عن تفكيرك في مسألة إطلاقا إطلاقا عمرهم لله عمرهم لله نعم بعد ترك هذا عمر بالنسبة لي أصبع لكن في هذه اللحظة النظام كان قد بدأ حملة اغتيالات في حق شخصيات ليبيا معارضة تعيش في خارج ليبيا نعم كان هذا ممكن يكون بالنسبة لكثيرين ممكن سبب للخوف والتراف هذا أدعى أن يدفعك للخوف والتفكير مرة أخرى لقل الاستقالة لكن تترك مشروع المعارضة ورب والله العظيم هذا اللي حصل بالضبط إنما سمعت هذه الأخبار جاءتني هذه هذه الرسالة يجب أن فهمها صحيح أنه يجب أن أمضي ولا وهذا السبب آخر إضافي لأن يجب أن نخرج على النظام الإعلامي محمد مصطفى رمضان اغتيل يوم 11 أبريل 1980 في لندن عندما كان خارجا من المسجد نعم إلى هذا الحد رفع النظام من مستوى ملاحظة وقبعا سبقا لكل الأصوات المعارضة سبقا هذه السخصية قامة إعلامية إذاعية لها تعرف هذا جريمت شنو كانت؟ لها حجم حتى خارج ليبيا شنو عارف كان يبعد في رسائل للجذافي ينصح فيه وينتقد فيه كل اللي عمله لم يفعل أي شيء تاني أخر ضد الجذافي ومش مخفي نفسه ولهذا قتل غدرا يعني هو خارج من المسجد مش مصور نفسه أنه اتكب يعني كمواطن ليبي موجود في كان يبعد في رسائل للجذافي لم يكن في حالة عدام على النظام بالأساس إذا كان تسمي هذا وبالنسبة للجذافي هو طبعا هذه حالة عداء لكن عدية مفروض هذا شيء طبيعي يعني مبارسة أي مواطن تجاه أي مواطن بحق تجاه الحكومة ولا تجاه رئيس دولتها يعني أنه ينصح ومش مخفي الأمر يعني مش عامل منشور سري مش عامل وهذا هذا زاد القناع لديك بعدم مكانية معارضة النظام من الداخل نعم بالتأكيد نعم بالتأكيد هذه حقيقة وهذا مكان مش منسكين كان فهذا لكن بس خلينا نفهم نتصور معاكل الموقف القذافي أذكر بس أنه أذكر أن اللجانة الثورية عقدت بلتقاها الأول والثاني في شهر في عام 79 واللي أصدروا فيها القرارات بتاحهم بالنسبة الشعار رفعوه أن التصفية الجسدية هي المرحلة الأخيرة أو النهائية في جدل الثورة مع خصومها وهذا نعكس على كثير من الخطب القذافي وكان يهدد يعني تهدد على أساس لو كان في القطب الجنوبي والشمالي نحن سنلق عداد ثورة التصنيف عداد ثورة هو كل من اختلف معه بأي صورة من الصور الاختلاف مجرد تعبير بس إلى أي حد يكشف هذا العمل أن القذافي لم يكن يخش من أي تداعيات لأعماله الإجرامية هذه يعني أن يغتال شخصية إعلامية بهذا الحجم في هذا المستوى كل الاختيالات كل الاختيالات في وسط لندن كل الاختيالات دون أن يأخذ في اعتباراتها ما يمكن أن يكون من تداعيات لهكذا أحد أحد الأشخاص اللي هو شاء أعتقد اللي هو موسى كوسا كان موجود في السفارة في السفارة اللي بيشتغل في السفارة اللي بيشتغل في لندن وأعتقد صرح تصريح على أساس أنه هو من الناس اللي تبجح بعملية القتل والاختيال وكان ترتب عليها أن العكومة البريطانية طرداتها من وجودها في السفارة طرد بعد تصريحها بعد تصريحها نعم موجود في الوثاعة طيب لم تجرى أي تحقيقات لم تكن هناك أي دانات لأطراف من قبل من في عملية الاغتيال هذه جريمة قتل ارتكبت على الأراضي هو كان طبعا اللي راهنا عليه الكذافي هو أن أوضاع أو حاجة أو مصالح الدول في في ليبيا مصالح اقتصادية بالدرجة الأساسية وأيضا حتى أمنية بالنسبة أن هذه ستخلي هذه هذه الدول تسكتلة أو تساير بعض لكن إلى أن حصلت بعدين مصة أخرى هذه تم فيها قطع العلاقات والمظاهرة التي حصلت وترتب عليها مقتل الشرطية البريطانية فهذه طبعا وصلت تهور القذافي وإجراء ما وصل إلى النقطة مست وقحم وسمعتهم وصورتهم والخاصة فقاموا بطرد قطع العلاقات وطرد الموجودين في المكتب كلهم طيب لكن هذه الحوادث أو صلاتك إلى قناعة بأن حتى مسألة التفكير في أوضاع المسلمين في الهند لا يعد أصبح بالنسبة لقضية لا تعني شيء الآن جرح الوطن ومأسات الوطن هي الأساسية واللي يجب أفكر فيها ولو أفكر برغم التكون الفكري لديك والخلفية الإسلامية كل جزء من نظرتي للحياة ونظرتي جزء من بكري وانتمائي وقناعاتي الأساسية تفكيرك كان منحصر على المستوى الوطني في هذه الأخضاء نعم طيب شاركت في المؤتمر ثم عدت إلى الهند مرة أخرى نعم في هذه الأثناء بالذات أعتقد في منتصف شهر مايو كان وصلت مجموعة الإجانة الثورية إلى السفارة على أساس أنهم طبعا في سياق الزحف على السفارات واستبدالها استبدال السفارات بمكاتب شعبية ما الذي خل النظام يرسل هذه المجموعة بهذا التوقيت قد تكون أنها في سياق عادي جدا أنه بسبب يعني طار السياق العام الذي هو زحف على المختلف السفارات والنقتار احتمال ثاني آخر غير مستبعد أيضا هو أن وصلت النظام بعض الأخبار وبعض أنا لا استبعد يعني لا أسقط هذا الاحتمال وصلت بعض الأخبار وبعض أني أفكر في الاستقالة قد يكون أنت كنت تحدثت لأكثر من شخصية أكثر من شخصية وأيضا أيضا بالذات الحالة المتعلقة بالمغرب لأن سمعت فيما بعد أن أخونا محمد هويسة رحمه الله كان يتكلم كان في مجموعة من جماعة عناصر المعارضة مقيمة في المغرب عناصر المعارضة الليبية مقيمة في المغرب أو تتردد على المغرب فسمعت فيما بعد أنه كان يقول أن فلان اللي هو محمد من قريب حيجي هنا يستقيل وجي هنا وحنديره معارضة سمعت هذا مدى صحة هذا الخبر توقيتك هذا برايك ربما عجل عجل هذا اللي خل للزحف على السفارة على السفارة الليبية في ذلك التوقيت في ذلك التاريخ طيب في هذه الحالة كيف استطعت أنت أن تفلت منهم يعني الطبيعي أنك أنت عملوا معني في تلمعات وصلوا للسفارة خيارة محدود خيارة محدود خيارة محدود هو الآن تصور طبيعي ربما أنا يعني ما نش مش متصور كيف ما نش في داخل النظام بحيث نقول لك لكن أتخيل أنهما أسقط في يدهم الخطوة هذه وهذه الأخبار وظلت مجرد أخبار مش بالضرورة أنها هي أخبار قاطعة فإرسال هذه التعجيل بإرسال هذه المجموعة أنه يفرض علي أني أنا أعود للبلد خلاص فهناك يتم التعاون معي وما أردوش أنهم يدروا بأي خطوة من شأنها يعني حل كلها هذا مجرد تقدير هذا تقدير يا أخي أنا أقول لك هذا تقدير أنت الآن تطلب مني تغتالوا إذاعي يعمل في هيئة الإذاع البريطانية يغتالوه في وسط لندن محتاجيني يرجعوك إلى ليبيا أنت الآن تتوقع مني أن أكون في مخ مخي زي مخ الجذافي وكيف كان يفكر وكيف تصرف بهذه الطريقة أنا هذا تخميني هذا اللي حصل كون أن في أشياء تاني أخرى ولا أمور أخرى تفسر هذا ليس لديا كيف كان تعاملهم معك في منتهى الأدب كانوا في منتهى الأدب جاني الأخ علي زيدان قال لي الخبر أن الجماعة وصلوا هنا كذا ونحن استقبلناهم وقال لي أسمعتهم كلام شديد وقال لا دعوتم أنت يعني كان كم تشلعبت في تعملوا فيه هذا وعلى أساس أن يعني فلان هذا يعني مدحني بشيء كثير فأنا لما جيت طبعا كان الاستقبال هملي في منتهى الأدب والاحترام منتهى الأدب والاحترام لم يحاول أي وحد منهم أنه يعني بأي طريقة من الطرق أنه يسيئ لي والله فأنا طبعا حاولت أني أنا طبعا هنا الآن لما رجعت أنا في انتظار ابني طارق يوصل اللي كان يكمل دراستة في بنغازي فكنت أريد أن أكسب الوقت وكون في هذا الوضع على في يعني أريد أن أكسب قريب من نهاية العامة الدراسية خلاص قريب من ماي قريب من العامة الدراسية حي كان يكمل امتحانه في شهر مايو في آخر شهر مايو وتوقع أنه يجيني تمت عملية تسليم والاستيلام عملت تسليم والاستيلام في السفارة وفهمتم عن نهاية العامة الآن هذا البلد بلد مهم بلد رأى قضايا كثيرة حاولتم طبعا نطلحهم على ويجب أن كنت يعني تبدو مجهود غير عادي في التعرف على أوضاع أوضاع الهند وكذا وأنا مستعد أنا خلال وجودي هنا الآن هنا أني إن لم أذر استعجال في العودة وترك يعني نكسب ونعبرش عن نوايا أن همي الأساسي هو فعلا تضعر طارق لما يوصل فعلا تنكسب بعض الوقت فعلى أساسا لم تظهر انزعاج أو تذمر من عملية الزحف على السفارة وإطلاقا إطلاقا هذا أمر يعني ضعك فمن بين الحاجات التي تمت فيها في هذا الموضوع هو موضوع التسليم والاستيلام وباقتراح من الأستاذ علي زيدان قال نديره محضر تسليم واستيلام لماذا هذا شيء طبيعي أنا ربما فاتت عليها وغفلة عليها وعلى أساسا أن محضر تم فيه التوقيع على أساسا أن كل ما في عهدة السفير سلم إلى المعنين أو وكان هذا وتم هذا موجود في أعتقد مؤرخ حتى في شهر يونيس لا أدري ستة يونيس أو لا أدري شنو التاريخ بعد ذلك وشيع بأن قرار هذا موضوع استقالتك وانضمامك للمعارضة جاء جاء نتيجة للطريقة التي عملت بها في السفارة وكيف تمت تنحيتك من منصب السفير وهذه طبعا هذه قصة أقرأ جاهدي عن جوه يمكن لما تعرضوا للمفادين من قبل قداف لمصالحتي لأنه أحد رجال لجوني اللي هو الدكتور تفيقي الشاوي لما مشيت للهند مشيت للمغرب في أعتقد في 1982 كان جاني وقال لي يحمر كان جاي يحمر رسالة وانضمني به صداقة قوية ولم أكن أعلم أنه كان جاي موفد من القداف لأنه كان يدرس في المغرب فاتصورت أنه كان في زيارة عادية للمغرب فاستضفت في بيتي وكان أعتقد حاضر الأستاذ محمود النكوع فجاني طبعا بدأ يتحدث عن النظم العربية لا تؤتمن وأنها ممكن تمارس نوع من لا ينبغي أن يطمن لها الإنسان فبعدين خش في الموضوع قال لي أنا اتصل قال لي اتصل بين القذافي واتصل بجماعة الكذافي وجاء بي رسالة فحواها الآتي أنه يعتذر أن يباين أن الجماعة اللي كان التورية لما جوا هادي أسأول وأسأل التعامل معه ويعتذر و والعرض أن أي وظيف أي منصب به بس يتفضل ما مع الاشبال فكار رد عليه طبعا قلت لأن أولا لو كنت أعلم أنك جاي بي رسالة من رغم كل من القذافي لو كان رغم احترامي الشديد لحضرتك ما كنت حاستقبلك لأن هذا عهد وقد على نفسي أثنين أنا جماعة اللجانة التورية لم يسي وموقفي ما هوش رد فعل لمقام به أو لموقف الرجانة التورية إزائي موقفي لأسباب وطنية عبرت عنها في قطاب الاستقال أمتاعي وأشرت فيها بإصبع الاتهام للقذافي بالدرجة الأولى والأساسية والنهائية أنه هو المسؤول عن كل الجرائم اللي حصلت فيه في ليبيا لم يكن لسبب شخصي لم يكن خرج عن المهم طيب دكتور أشخاص أشخاص جاءوا للصفارة بمنطق الزحف عليها وتغيير قيادتها ومن يقودها كيف تفسر أنهم تعاملوا معك بمنتهى الاحترام كما وصفت قبل قليل يعني الواضح هنا بأنك ما زلت حتى هذه اللحظة تحظى باحترام النظام ورجالاته قد يكون هذا الجزء في مخطط القذافي هو عدم استفزازي ربما التوجيهات اللي عندهم عدم استفزازي وعدم قد يكون قد يكون راجعهم لوقفهم وشخصي بعيد حتى عن توجيهات القذافي ربما من كل التعاون لعمهم وربما أيضا من خلال لا أدري يعني محباني ربما يعني لا أدري المهم أنه في واقع مهمة جدا هنا في عادة يصل أعتقد أول من يجو عدد حوالي عشرة فالترتيبات والتقاليد اللي يمتعهم أنه بعد فترة بعد تتم عملية الإسلام والتسليم يرجع نصفهم ف فكان يرجعوا جزء منهم يعني فاستقبلتم في البيت عندي وعزمتم وتعشوا معي وبعدين تخطتم في السيارة وكان معنا الأستاذ علي زيدان وصلتهم للمطار وإحنا رجعين من المطار في السيارة عبر لي الأستاذ علي زيدان قال لي والله أنا مستغرب على صبرك على هؤلاء الناس طريق تعاملك معهم بهذه الطريقة فكان قتلى يا علي يا أستاذ علي كنت خليل طبعا كنا هذا وقت قتلى يا خليل أنا هؤلاء الناس ما عندي ش معهم معركة لو معركتي مع هؤلاء الأشخاص صاف فيها في يوم واحد ما تتقلش مني شي لكن قتلى 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 الراجل هو اللي يعرف من هو عدوه لازم يعرف من هو عدوه بالضبط ويعرف كيف يكتم غيظة ويعرف أم توجه ضربته وإنا فعلا كنت أصف أصف هذه اللحظة الحالة متاع اللي كنت فيها أنا عارف من هو العدوه عدو الشعب الليبي اللي هو الكذافي وأنا في حالة من كتم الغيظ وأنا في انتظار لحظة لوجه فيها ضربتي للم في هذا المستوى السيد علي سيدل لم يكن على علم بإطلاق لم يعلم هذا ولم يعلم حتى غدرت لم تعطيه أي إشارات كمقدمة هذه واضحة في واضحة بالنسبة لذكاء للمستاذ العدي أن يفهم أن أنا يفهم أن لكن لا أدري لم يسألني لم يتابع الموضوع معي ماذا قصدت وأنا اكتفيت بما قلت له بعد ذلك فوجئ هو بالاستقالة ولا أخبرت لا لا سمع سمع عنها مثل غير لكن جي لك الواقع المهم رجعت أنا في هذه الفترة طبعا التقالية الدبلوماسية أن السفير اللي غادر المنطقة يقوم بزيارات ودعية أو يقوم شخصية أو يعمل حفلة يعني حفلة استقبال التوديع له فلفيت في هذه الفترة على عدد من السفراء وأيضا قاموا بعض السفراء بزيارتي ومنها الواقع اللي سبق أني عشرت لها هذه السفيرة الكلومبية طيب هذا جانب ربما مختلف من الموضوع الآن لأننا وصلنا لنهاية الحلقة نترك لنبدأ فيه إن شاء الله مهم جدا لأننا قمت بخضوات تمهيدية لتحدث عنها بالتفصيل في الحلقة القادمة لكن في دقيقتين أختم معك موضوع الحديثك مع السيد علي زيدان وأنت عائد من المطار بعد أن وصلت من مجموعة الليجان الثورية اللي زحفوا على السفارة نعم ردك وتعبيرك يكشف على أسلوب في معالجة الأمور هذا كان منهجيا كان موقف لحظي ربما هذا تعبير عن كان بداية لموقف ولا كنت مسبقا مرتب أنك ستتعامل بهذا الشكل هذا الحال اللي كنت أنا فيها مش أنهجم هذه وصف للحالة اللي أنا كنت فيها بالضبط أني الآن محدد من هو عدوي وعدوي الشعب اللي ومحدد فيها ومقرر بيني وبين نفسي أن أكتم غيظي لأسباب كثيرة لأنه ليس من المفيد إطلاقا أني أنا حتى أمام هؤلاء الناس تعاملوا معهم أنا أكتم غيظي الشيء الثالث هو أني أقرأ أحدد لحظة توجيه ضربة للعادة واللي كانت طبعا إعلان استقالة في نظري كنت تتصورها ونحن وصلنا إلى لحظة ختام هذه الحلقة أشكرك دكتور محمد يوسف الجريف وأيضا كالعادة شكر موصول لكم أساد المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من برنامج الشاهد حتى نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم في أمان الله ورعايته إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر